مساء الخير جميعا نرحب بكم في ملتقى التقدمي في ندوة بعنوان ظاهرة صعود اليمين وانحيسار اليسار في الواقع تبادر إلى دهني في بداية عندما قرأت عنوان الندوة سؤال هل فعلا هذا العنوان صحيح وهل هناك صعود مطلق لليمين وانحيسار مطلق لليسار أم أن الموضوع نسبي تلعب فيه الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية دورا ما هي العوامل التي تساعد اليسار على الصعود وما التي تؤدي به إلى الانحيسار وكذلك ينطبق على اليمين أسئلة نتمنى أن نصل إلى إجاباتها في هذه الندوة خلال ورقة للرفيق حميد خنجي وأخرى للرفيق منصور حسين نبدأ مع الرفيق منصور حسين فليتفضل نسأل خير جميعا طبعا ورقة هنا بالنسبة لليمين صعود اليمين المتطرف في أوروبا كل المعلومات التي حصلت عنها طبعا غير موجودة في كتب لأن هذه أمور طارئة جديدة أكثرها في الإنترنت وفي الصحافة الأوروبية والعربية فالعنوان صعود اليمين المتطرف في أوروبا السؤال من هم اليمين المتطرف؟ اليمين المتطرف هو مصطلح سياسي يطلق على الجماعات والأحزاب والتطرف هو توصيف لمواقفها السياسية في المشهد السياسي والفرق بين اليمين التقليدي أو المعتدل واليمين المتطرف أن اليمين التقليدي الليبرالي أو ما يسمى المعتدل يسعى للحفاظ على الحقوق والحريات والتقاليد وحماية الأعراف داخل المجتمع والثاني اللي هو المتطرف كذلك ولكن الاختلاف يكون في أن اليمين المتطرف في مواقفه يدعو للتدخل القسري واستخدام التشريعات واستخدام العنف للحفاظ على تلك التقاليد والأعراف في المجتمع الأوروبي المتمسك بها لذلك أن اليمين المتطرف في أوروبا يتصف بالتعصب القومي لجنسه والتعصب الديني ومعادات المهاجرين من المسلمين وغيرهم من الشعوب الأفريقية والآسيوية حيث يرى أن ما يحدث من جرائم وسرقات هو سبب زيادة الهجرة وأن لذا المسلمين والأجانب عام عادات وتقاليد جاءوا بها من بلادهم الفقيرة إلى أوروبا وأن هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة ترفض دخول مثل تلك العادات إلى بلدانهم الأوروبية كل ذلك أدى لمضاعفة سرعة الصعود الشعبية اليمين المتطرف وجعله يحصل على نسبة عالية في بعض الانتخابات التي أجريت مثل الانتخابات الرئاسية النمساوية وكما يقول بعض الأوروبيين في أن أوروبا تبدأ بالنمسا يعني في أي مؤشر صعود لليمين أو لليمين التقليد أو لليسار في النمسا ينعكس على باقي الدول الأوروبية عندنا بانوراما اليمين المتطرف في أوروبا اليمين المتطرف ومساحتهم الموجودين متواجدين في داخل الدول الأوروبية فعندنا أول النمسا في النمسا برز رجل سياسي يميني متطرف إلى انتخابات الرئاسية وهو نوبورت هوفر من حزب الحرية حزب الحرية طبعا حزب هاي معروف أنه حزب متطرف المعادي للمهاجرين في الجولة الأولى للانتخابات في أبريل 2016 حيث حصل على 35% من الأصوات ولكن سطاع إليكزاندر فاندير بيلين انتزاع الفوزن في اللحظات الأخيرة ولكن ما لبث عن أبطلة المحكمة الدستورية العليا نتيجة الانتخابات في الأول من يوليو وبذلك ستكون إعادة الانتخابات والمتوقع أن هناك فرصة كبيرة للمتطرفين اليمين يفوزون عندنا بولندا في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في 2015 حصل حزب القانون والعدالة اليميني على نسبة 39% من الأصوات والتي مكنته بقوة لأن يدخل في الحكومة المشكلة المجر سيطر حزب فيديس وفيكتور أوربان اليمينيين على آخر ثلاثة انتخابات يعني ثلاثة انتخابات متتالية دائما يفوزون فيها مما جعل بعض الدول الأوروبية تتهم النظام المجري الشمولي يعني نظام المجري الشمولي الديمقراطي دائما يفوزون فيهم الجناح اليمين المتطرف حزب جو بيك اليميني استطاع في انتخابات 2014 المتطرف المعادل للمهاجرين من الحصول على 20% من الأصوات في الانتخابات البارنانية مما جعله ثالث أكبر الأحزاب في المجر والجدير بالذكر أن الحزب يدعو إلى إجراء استفتاح حول عضويته في الاتحاد الأوروبي معظم الأحزاب اليمينية مشاكلين مشكلة في الاتحاد الأوروبي في جميع الدول الأوروبية دائما في الحملات الانتخابية ينادون بالخروج من الاتحاد الأوروبي السويد في سبتمبر 2014 تمكن الحزب الديمقراطي اليميني المتطرف في الانتخابات في سبتمبر 2018 من الحصول على نسبة 13 من الأصوات في الانتخابات البارنانية ويدعو الحزب إلى وضع قيود كبيرة على الهجرة وإجراء استفتاء حول عضوية السويد في الاتحاد الأوروبي كلهم ينادون الخروج من الاتحاد الأوروبي اليونان حزب الفجر الذهبي اليميني يعتبر من أبرز الأحزاب اليمين المتطرفة في اليونان الذي تأسس هذا الحزب عام 1980 يعني ليس عريق في 2012 دخل البرلمان بـ 18 مقعدا وقد وصفه المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في 2013 بالنازي الجديد حيث له نظرة متشددة تجاه المهاجرين ويرى أن الاتحاد الأوروبي سبب دمار اليونان فرنسا تأسس حزب الجبهة الفرنسية القومي عام 1972 ويترأسه حاليا مارين لوبان يتبنى هذا الحزب الخطاب العدائي تجاه المهاجرين ويسعى لتقليل الإعانات للمهاجرين مثل الرعاية الصحية ودعت رئيسته لإجراء استفتاح حول عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء البريطاني الأخير يعني إذا بريطانيا صوت معظم الشعب للخروج الآن مطروح أيضا في أكبر دولة أوروبية وهي فرنسا بعد ألمانيا بالخروج من الاتحاد حصل الحزب على 27 من الأصوات في الانتخابات البرمانية التي عقدت في ديسمبر 2015 يوم من متوقع مشاركة لوبان في الانتخابات المزمع عقدها في 2019 طبعا هذه لوبان هو زعيم المتطرفين في مارس 2016 تمكن حزب البديل الألماني من الحصول على نسبة 25% من الأصوات في الانتخابات الولايات رغم أنه قد فشل سابقا في الحصول في 2013 على أي مقاعد في البرلمان إلا أنه من المتوقع أن يكون أول الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تصل للبرلمان الألماني منذ الحرب العالمية الثانية وذلك بعد استطلاعات للرأي أظهرت حصوله على من 10 إلى 12% أما عن حركة بيجيدة التي تدعي بأنها حركة مواطنون أوروبيون ضد أسلمة الغرب وقد نظمت العديد من التظاهرات المعادية للمهاجرين المسلمين واللاجئين وتم اتهمها في أكثر من حادث عنث ضد المسلمين اللي هو هذه حركة بيجيدة بريطانيا حزب الاستقلال بريطاني يعتبر هذا الحزب من أبرز الأحزاب اليمين المتطرفة في بريطانيا الذي تأسس في عام 1993 كحزب معارض الاتحاد الأوروبي وتمكن في 2014 من الحصول على أول مقعد له في البرلمان وتمكن من الحصول على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا وتشير العديد من التقارير إلى ارتفاع شعبية هذا الحزب خاصة بعد خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يحصد المزيد من المقاعد في الانتخابات المقبلة ما هي الجهود المبذولة لمواجهة اليمين المتطرفة في أوروبا تشير التوقعات إلى أن أحزاب اليمين المتطرف في سبيلها نحو تحقيق المزيد من المقاسب خلال الانتخابات برلمانية كانت أو رئاسية وسيكون كل تركيزها على الأقليات والهجرة والتدهور الاقتصادي في حملات الانتخابية ويمكن القول أن الجهود المبذولة لمواجهة اليمين المتطرفة في أوروبا تنحصر في أمور أولها تجاهل الحركات والأحزاب اليمينية لهذه القوة يعني الأحزاب اليمينية الأصيلة التقليدية تخطط وتقوم بأنشطة معادي إلى هذه المتطرفين وتحاول تتجاهن في جميع المناسبات التي تعملها أي مناسبة سياسية أو مهرجان أو خروج في مظاهرات يتجنبون دعوة الأطراف المتطرفة هذه وهو ما قوبل بمسيرة يعني فيه قاموا بمقابلة أولا تجاهلت الحركات والأحزاب اليمين لهذه القوة والأحزاب مثل الذي حدث بعد اتداءات باريس في عدم دعوة حزب الجبهة الوطنية اليميني لمسيرة الوحدة ضد الأرهاب وهو ما قوبل بمسيرة مقابلة من هذا الحزب بزعامة مارين لوبين في تأكيد أن هذه الوحدة المزعومة ضد الأرهاب ليست كاملة بدونهم ثانيا التركيز والتشيير على الخطاب اليميني المتطرف يعني كيف نحن نواجههم نقوم بحملة تشيير بمواقفهم ثانيا التركيز والتشيير على الخطاب اليميني المتطرف وانتقاده تجاه أفكاره المعادية لتعددية وضد الاحترام الآخر ولأنه ضد الديمقراطية ثالثا فضح مواقف هذه الأحزاب تجاه الأحزاب اليمين المتطرفة من أجل تحجيم الأحزاب المتطرفة وتفقيق القاعدة الشعبية لهذه الأحزاب اليمين المتطرفة خامسا ما هي تداعيات صعود اليمين المتطرف على المستقبل الأوروبي يعني لو صعلت هذه في المشهد السياسي والسيطرة ماذا يكون موقفها أو أثرها على الاتحاد الأوروبي التأثيرات المترتبة على صعود اليمين المتطرف في أوروبا تتركز في أربع نقاط أولهما تأزم أوضاع الأقليات في أوروبا وخاصة المسلمين إذا جاءوا اليمين وصاروا وحازوا على الأغلبية في البرلمان في كل بلد من هذه البلدان أول ما يواجهونهما المهاجرين سواء كانوا مسلمين أو أفارقة أو أسيويين ولكن خصوصا ضد المسلمين التي ظهرت في صفوفهم في داخل أوروبا منظمات أرهابية مارسة الأرهاب والتفجير في داخل باريس وغيرها تأزم أوضاع الأقليات في أوروبا وخاصة المسلمين الثاني هما زيادة نزعة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وخاصة بعد خروج بريطة هذه الأحزاب اليمين المتطرفة كلها في حملات الانتخاب في جميع هذه البلدان الأوروبي دائما يدعون الشعب إلى الانفصال عن الاتحاد الأوروبي هذا يؤدي النتيجة الرابعة إلى تفاكك الاتحاد الأوروبي وانتهى رابعا إضعاف الاتحاد أو إعادة هيكله إذا لم يستطعوا يلغونه سيضعفونه ويعيدون هيكلة الاتحاد وتعديل سلطاته لأن الاتحاد الأوروبي هو الآن يعتبرون الأحزاب المتطرفة وبعض الحركات أنه كأن حكومة مركزية في أوروبا سلبت الاستقلال الوطني من الدول الأوروبية صارت هي المهيمنة على القرارات الاقتصادية القرارات التجارية أي دولة تريد تعقد عقد تجاري مع دول أخرى في العالم يجب أن يمر عبر هذا المجلس الذي يسمونه European Commission يجب أن يصادق عليه هذا أو يعدل فيه ثم يفعله يمكن أن يلقى أن هناك سيناريوهان متوقعان السيناريو الأول الاستمرار سعود اليمين مطرف أن الاحتمال الآن أن اليمين المتطرف سيبقى في اندفاعه وربما يسيطر على المشهد السياسي وفقا للإحصائيات التي أجريت مؤخرة في أن الخط البياني لليمين المتطرف في تقدم مستمر ومن الواضح أن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بها من الهجرة وزيادة العمليات الإرهابية سيؤدي لاستمرار هذا الصعود وستكون الصورة أكثر وضوحا بعد الانتخابات الفرنسية الرئاسية القادمة في 2007 حيث مارين لوبان اليمينية لديها فرصة كبيرة في الفاروس السيناريو الثاني التوجه إلى الانحدار الانكماش يعني فقاعة في النهاية يأخذون حدهم ومداهم ويحشدون وفي النهاية ينصدون بواقع الاقتصادي العالمي والأوروبي والأمريكي وتخمد ثورتهم السيناريو الثاني التوجه إلى انحجار تشكل نسبة المعارضة لحزب الجبهة الوطنية الفرنسية بقياة لوباما يقرب 67% إلى 87% يعارضون الحزب الديمقراطي السويد اليميني نسبة 67% إلى 88% يعارضون الحزب اليميني المتطرف والجدير بالذكر أن العديد من الأحزاب التقليدية ترفض التعاون مع الأحزاب اليمين المتطرفة وأخيراً في أن قطاعات كبيرة في أوروبا ترفض هذه التوجهات مثل مشاركة 12 ألف شخص في تظاهرة بميونيك تحت شعار افتحوا المجال اللاجئين مرحباً بهم يعني في دعوات قوية أيضاً مناهضة لهذا التيار تقول بالعكس المهاجرين دون الناس بشر ولهم حقوق الإنسان نحترمها وهما ما جاءوا إلا للحاجة وإذا نحن دعاة الديمقراطية والليبرالية نحن من واجبنا أن نوقف مع هذا لأن لهم حق الحياة في الحياة حق الحياة أن يعيشوا في حياة كريمة فوز الرئيس ترامب مثلا أنت خلصنا أوروبا نجي نشوف هل في هناك الصلاة هل ترامب هذا هو يمثل كما يراه البعض بعض الصحفيين والساسة أنه جزءاً من هذا التطرف اليميني أعتقد أن المعلومات يعني مفارقة فوز الرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية 2016 قبل الحديث في موضوع فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية يستلزم منا أن نلقي نظرة سريعة على الاقتصاد الأمريكي على الأساس نعرف ليش جاء ترامب لازم أول نعرف الوضع الاقتصادي اللي هو القاطر الكبير اللي تدفع بأمريكا وسياساتها الخارجية والداخلية سريعة على الاقتصاد الأمريكي الذي كانت قبل الحديث في موضوع ترامب نلقي نظرة سريعة على الاقتصاد الأمريكي الذي به كانت تحظى أمريكا بأكبر اقتصاد في العالم إلا أنها أصبحت أكبر دولة مديونة نتيجة حربها في فيتنام وأفغانستان والعراق وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى مثل الدول الأمريكا اللاتينية ودول الشرق الأوسط ونتيجة للإزمة الاقتصادية التي أضرت بالاقتصاد في عام 2008 واستمرار آثارها على الاقتصاد الأمريكي دعنا نرى الاقتصاد الأمريكي لغطة شوية علشان بنقول ليش ترامب جاء توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا أن يتخطى الاقتصاد الصيني نظيره الولايات المتحدة بحلول عام 2016 هذا العملاق المسيطر على العالم اليوم جاءت الصين راح تاخد محله وكانت الهيئات والمنظمات الأخرى في العالم مثل البنك الدولي وجامعة بيلي الأمريكية والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية قد توقعت في السابق تحقيق هذا التجاوز اللي هو تعدي الصين على الاقتصاد الأمريكي في 2020 متوقع و2027 و2030 الجدير بالذكرى أن صندوق النقد الدولي أعلن في تقرير جدير الاقتصاد العالمي يعتمد على أساس تعادل القوة الشراية يعني اليونت وحدة الشراعية في ما بين البلد بين أمريكا والصين لو اعتبروا أن القيمة واحدة سيبلغ تعادل القوة الشراعية أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيبلغ اقتصاد 10 تريليون دولار أمريكي في عام 2016 بينما سيزداد الرقم للولاية المتحدة ليصل إلى 18.8 يعني 18.8 تريليون إذن صار الاقتصاد الأمريكي أقل من الصين من جاهته قال سيرنا ماين في مقالته التي نشرت في صحيفة الشرق الأوسط السعودية في 3 مايو الجاري أن الاقتصاد الصيني في عام 2010 والمعدل في ضوء القوة الشرائية قدر بنحو 14 تريليون وفاصلة 8 تريليون دولار متخطيا اقتصاد الولايات المتحدة فهل في حقيقة الآن باتة الصين أكبر اقتصادا عالميا في العام الماضي أو أنها ستصبح أقوى اقتصاديات العالمية بعد خمسة عوام أما أن تلك التوقعات ليست سوى لعبة أرقام يبدو أنها أهم شيء هنا ويهم الجميع دول العالم هو ماذا سيحدث إذا تجاوزت الصين الولايات المتحدة من حيث حجم الاقتصاد الإجمالي في المستقبل هذه طبعا التحذير سبوتنيك الدين العام عشان نفهم شلو نجي ترامب الدين العام الأمريكي هو مجموع الدين العام المقرر على الحكومة الاتحادية وهو جملة السندات الضمان المملوكة لأطراف خارج الولايات المتحدة إلى جانب سندات الضمان لتصدرها وزارة الخزانة الأمريكية والمملوكة لأطراف داخل الولايات المتحدة ولا يشمل هذا الدين سندات الضمان التي تصدرها الحكومات المحلية وحكومات الولايات يعني لو نجمع نظيف لتصدر الولايات والسلطات المحلية في هذه لكان أصبح الدولة المفلسة مقدار الدين العام الأمريكي قد فاقت دين العام للولايات المتحدة الأمريكية أرقام 2011 حاجز 20 تريليون دولار أمريكي وهو ما يناهز 98% من الناتج المحلي الإجمالي يعني كأنه ليشي اقتصاد ميت ما في شي يبلغ نصيب الجهات الخارجية من هذا الدين يعني الأجانب اللي يسلف أمريكا مثل الصين الجابان حتى روسيا الهند بريطانيا الولايات المتحدة أصدر الصندات وهم اشتروا الصندات يعني هم سلفوها في أي وقت يحضرون هذه الصندات يستنون مبالغهم فهل أمريكا تفيب هذه المبالغ 98% من الناتج هاي يبلغ نصيب الجهات الخارجية 9.7 تريليون دولار أمريكا أما الباقي مقدار هو 4.6 تريليون دولار فهو لأطراف داخل الولايات المتحدة كحكومات الولايات والحكومات الاتحادية وما يمثل هذا الرقم على كل مواطن أمريكي مدين يعني إذا خذنا الدين وقسمناه على عدد السكان يطلع عندنا كل مواطن أمريكي مديون بـ 46 ألف دولار أمريكي منها 30 ألف دولار أمريكي من نصيب دول العالم أما حين يفسر الدين العام الأمريكي على عدد دافئ الضرائب الأمريكي فهذا يعني أن حصت كل واحد منهم قرابة 129 ألف دولار أمريكي ووفقا للوتيرة الحالية فإن هذا المبلغ يزداد 3 فأصل 85 مليار دولار يوميا يوميا يتراكم الدين وتتيح وزارة الخزانة الأمريكي للراغبين الفرصة للمساهمة في تقليص الدين الأمريكي إلا عبر التبرعات أصبحت الدولة تستلم التبرعات من المواطنين التبرع على موقع وزارة بإرسال الشيكات إلى عنوان والوزارة بواسطة البريد وقال حانا هذا التدهور في أرقام الاقتصاد الأمريكي وقال حدا هذا التدهور في أرقام الاقتصاد الأمريكي إلى مؤسسة موديز للتحليلات المالية إلى تقديم إنذار للولايات المتحدة من خفض وشيك في درجة الملاءة مما سيكبدها سعر فائدة أعلى من ذي قبل حين تضطر إلى الاستدانة يعني الأمريكا الآن وصلت مستوى لم يكن تدين وكذلك فعلت مؤسسة ستاندرد أند بروز وتواجه الولايات المتحدة التحدي إعلان إفلاسها وتدهور قيمة الدولار الأمريكي إذا لم تتمكن إدارة الرئيس باراك وبان رفع سقف الدين العام الذي يخولها الاستدان لعادة ترتيب عمليات السداد علشان تسدد للي مسهل فينها لازم يبعد تدين مرة ثانية هي تدفع ديون من التسليفات جديدة بس أحب بس سمع لها بس أحب بهذه القراءة المختصرة عن الدين العام الضخم الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية تساعدنا على معرفة أسباب لجوء القيادة العليا في الكونغرس أو ما يسمى المالية العامة التي ترعى وتهتم بشؤون اقتصاد الدولة التي هي ملتزمة بمعالجة هذا الخلل في ميزان المنفوعات والعجوزات المالية الضخمة هؤلاء المجموعة الأوليغاركية المدافعية عن تلك السياسات العشوائية والخرافات السياسية الأمريكية الداخلية والخارجية يعني أمريكا تبنت استراتيجيات وهمية بيحتلون هالشعوب بيروحون هالدولة يسيطرون عليها وكلها أو ههم خرافات ناسين أن الشعوب لها إرادات وتستطيع تقاوم سياساتهم والخرافات في السياسات الأمريكية والداخلية والخارجية مثل تنفيذ خطط استراتيجية للسيطرة على العالم وإخضاع الشعوب واقتصادياتها لهيمنة الأمريكية عبر فرض العالم واختراق اقتصاديات الدول وإلغاء نظام الحماية التجارية ومن أمثلة هذه الخطط التآمرية مشروع الدكتور بيرناد لويس عام 1980 الذي يهدف إلى تغيير خارطة معاهدة سايكسبيكو وتقسيم الدول العربية إلى دولات على أساس قومي وطائفي وعرقي أضف إلى ذلك أوهام هنري كسينجر اليهودي الصهيوني ووزير الخارجية سابقا وهارتقات هين تيكتون حول صراع قيادة العليا للرأس مال العام في أمريكا إرادة الشعوب الحية وإصرارها على حريتها واستقلالها الوطني ووقوفها في مواجهة السياسات الإمبريالية التي يمارسها عصابة الكونغرس الأمريكي ضد شعوب العالم وبدعم نسافر من دول الاتحاد الأوروبي ونتيجة لهذا الفشل فشل معظم هذه السياسات الاقتصادية والسياسية الأمريكية وتدخلات العسكرية التي تسبت في قتل الآلاف من شعوبها وآلاف المعاقين والمرضى نفسيا من الحروب في فيتنان والفغانستان والعراق وفي حرب الكويت العراقية أدت كلها إلى تعاظم احتجاجات آباء وأمهات القتلى والمصابين والمفقودين كذلك تنامي نفوذ الأمريكان الجدد الذين يتمتعون بمستويات تخصصية علمية عالية في مجال العلوم التطبيقية مثل علوم الفضاء والطب والتكنولوجيا المعلومات إلى آخر علما أن هذا الجيل الجديد معظمه ينحدر من أصول آسيوية ولاتينية لا تربطهم بالطبقة بالطغمة المالية العليا ولا باللوب الصناعي والخدمي في الاقتصاد الأمريكي أي صلة والغالبية منهم معارض للسياسات العدوانية تجاه الشعوب الأخرى تحت شعار المصالح الأمريكية كذلك الهزائم العسكرية والسياسية في التدخلات البيت الأبيض لدعم العناصر الأرهابية التي أنشأتها المخابرات الأمريكية بتمويلة من دول الخليج في العراق وسوريا وليبيا وذلك باعتراف وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في حملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية ككل تلك الأخفاقات التي تعرضت لها القيادة العليا لرأس المال العام في أمريكا يضاف إلى ذلك فشل سياسات مركز القيادة العليا للرأس المالي المتثلة في اتحاد الأوروبي سبب رفض معظم شعوب أوروبا لسياسات الاتحاد التي شجعت دخول العيد العاملة ذات الأجور الرخيصة من أوروبا الشرقية بعد سقوط المعسكر الاشتراكي وظهور الثورات الملونة إضافة إلى تزايد الهجرة من شمال أفريقيا نتيجة الأرهاب في ليبيا وتونس ونيجيريا ومصر أدى إلى تصاعد الاحتجاجات وظهور الحركات والمنظمات الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تبنى سياسة معادل المهاجرين من قومتها هذا الفشل الذي لحق بالمالية الرأسمالية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أجبر القيادة العليا في الكونغرس الأمريكي على الهبوط من الشجرة وتقديم تنازلات داخلية لإعادة البناء الاقتصادي وتنازلات خارجية فيما يخص روسيا والصين والدول الأخرى على مستوى الصراع في سوريا والعراق وليبيا وتونس ومصر والإقرار بالشراكة في تبادل المصالح وهناك تنازل مرحلي من أمريكي من خلال تصريحات ترامب باعتراف أن هناك أقطاب عالمية وأن النزول من على الشجرة سوف تخسر أمريكا سياسيا في ميدان الصراع ولكن منطق الشراكة يعطي أملا قادما وسترين الأحداث السياسية صحة هذه الرؤية أم عدمها أما من يحاربون بالوكال المتحورون ويلعبون على حافة الهاوية فإن طموحاتهم سوف تتوقف هؤلاء لا يملكون سلطة القرار لقد قامت القيادة العليا للرأس مالية في الكونرس بدعم من أجهزة المخابرات واللوب الصيوني بترتيب الأوراق وتقديم التنازلات مرحلية يكون فيها أولها رئيس مناصب لإصلاح الاقتصاد وخفض الدين العام وتبريد المناخ السياسي الخارجي وفك الإشتباك مع القوى المناهضة للهيمنة الأمريكية هذا يتطلب القبول بمبدأ الشراكة مع روسيا والصين ولهذا وقع الاختيار على ترامب الأنسب لهذه المرحلة الانتقالية التي تصاحبها بعض الخسار لا أنها تساعد الولايات المتحدة الأمريكية لأن تعود إلى ساحة الصراع على النفوذ والمصالح ترامب من الأغنية ويملك ثروة تزجيد على سبعة مليارات دولار كل ما قيل من إشاعات وافتراءات كلها منسوبة ومفبركة عبر قناوات الفضائية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي ولكم مني جزيل الشكر شكرا للرفيق منصور حسين ننتقل إلى رفيق حميد خنجي أعتقد رفيق منصور ما خلى شيء لدي وأكثر من الساعة طبعا وأكثر الأمور ما لدي علاقة بموضوعني أساسا دراسة اقتصادية حول حول الاقتصاد للولايات المتحدة أساسا وممكن هذا يكون الأجانب مهم على كل أنا يمكن أن أخذ عشر دقائق خمسة عشر مو أكثر أول شيء أحيي الضيوف الكرام مساءكم فل أيها الرفيقات والرفاق أولا أعتذر قليلا عن إذا شوي صوتي موضح لأنني عندي برد وكل وكذا ننطلق من الكلام اللي قالها المدير أن العنوان دقيق غير دقيق نسبي مطلق أكيد نسبي مو مطلق طبعا يعني تراجع اليسار ما يحتاج يعني قبان نيب عشان نجيس يكفي نحن في البحرين نقارن بين السبعينان في البحرين والآن السبعينان في البحرين كلتة الشعب اللي يتمثل طرف يساري منظم وأطرف يقب 40% في أول انتخابات مقارنة واضحة أنه يعني الانحصار اليسار موجود بس إحنا كون يساريين عادة لا نقبل الواقع ببساطة في أخبار طبعا طبعا هي مسألة نسبية مثل ما قلت الحين أنا توني إياه من البيت وكان الخبر أن اليميني المتطرف قد لا يفوز بالنمسا بل قد يفوز المال البيئة الخضر ومع التأييد اليسار والقوى الشسمة نرجع إلى موضوع الأساس المطروح ظاهرة صعود اليمين وانحصار اليسار أسبابها ومعالاتها نريد أن نعرف الظاهرة شنو أسبابها بس وشنو ممكن نتنبع شصير واضح لا تاريقيا المصطلحان حديثان نسبيا ومعروف للمتابع حادثة جلوس أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان من الارستقراطيين الموالين للملكية والقوى التقليدية المحافظة المسايرة جلسوا على اليمين على يمين الاتريبيون في الجسم وجلوس القوى الحداثية المتمردة والراديكالية على الجانب العيسر من منصة رئيس البرلمان هذا حدث في الاجتماع الأول لمجلس الطبقات كان يسمون هذا الوقت سنة 1789 ومنذ ذلك الوقت أضحى مصطلحا اليمين واليسار يتعزز استخدامهما في عالم السياسة والعلوم الاجتماعية وكفيصل يقسم القوى السياسية بين تقدمي ورجي يعني بين يساري ويميني غير أن للمسألة تفاصيلها الإشكالية التي يجب فهمها بشكل صحيح من المؤكد أن مصطلح أو لنقول كلمة اليمين ككلمة مو كمصطلح قديم قدم البشرية اليمين الآن أتكلم تعرفوا الحلف اليمين وملكة معروف اليمين يعني كل شيء واضح دائما وقد كانت تنم في الماضي الصحيق عن القيم الاجتماعية المحترمة والمنسجمة مع التقاليد العصور القديمة والعصور الوسطى حسب مفهوم قيم النبلاء في وقته ويجب ملاحظة أن غالبية الناس يكتبون باليد اليمنى ويركلون الكرة بالقدم اليمنى وهكذا ومن هنا كانت دائما نوعا من التبجيل بالأعضاء اليمنى لبني البشر بينما كانت هناك نظرة سلبية لأعضاء البشر اليسرى إلى درجة أن بعض التعاليم الدينية تشيطن اليد اليسرى والقدم اليسرى في حين أنه بعض تبجل واضعا هالة من التقديس لليد اليمنى استمرت الأمور هكذا حتى وصولنا إلى العصور الحديثة حينما حدثت صدفة أو قصدا أنا ما أدري والله استفاف اليمين واليسار في البرنامان المذكور اللي تكلمنا عنه ومنذ إذن دخل المصطلحان القاموس السياسي حيث بدى اليسار وكأنه يجسد روح التمرد والثورة على الأوضاع التقليدية المحافظة القديمة التي صارت تمثل اليمين في مختلف الصعود حينما دخل العالم مرحلة الثورات البرجوازية في القارة الأوروبية ضد المنظومة الاقتهائية في العصور الحديثة ابتداء من القرن السخمس عشر والسادث عشر كانت البرجوازية في أوج نشاطها وتقدميتها ومن الطبيعي أنها اعتبرت يسارية في حينه مقارنة باليمين المجسد لمصالح الملاكين الإقطاعين والممالك الأوروبية والعالم القديم قضت البرجوازية على الإقطاع في العالم المتبد أوروبا أساسا مؤسسة منظومة رأسمالية متقدمة على صعيد الإنتاج والصناعات الحديثة الثورة الصناعية الأمر الذي أدى إلى وطيرة سريعة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بجانب ازدهار المدن الحديثة يعني تعرفون المدن دائما سمتين بورج في يوروب يعني كسوق لتصريف المنتجات هذه المدن يعني بجانب أنها كانت مواقع للمصانع والإنتاج هاهنا إن بثقت طبقة جديدة البروليتارية أو الطبقة العاملة كانت ضرورية لنمط الإنتاج الرأسمالي حيث القطبان الرئيسية الرئيسان والندان أو الطبقتان الأساس البروليتارية الصاعدة والبروليتارية الناشئة فلم يكن في الإمكان لأحد القطبين الاستغناء عن الآخر بغية استمرارية مسيرة الحياة والتطور المجتمعي وازدهار ثروة الأمم طبعا ثروة الأمم اسم كتاب لآدم اسم أبو الاقتضاء السيازي وصديق وتابعه أو تلميذ ديفيت ريكاردو مشى على يد الاقتصاديين المذكورين علم جديد يبحث العملية الانتاجية المعقدة الحديثة الاقتصاد السياسي ألف 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 السميث كتابه الموسوم والمرجعي الكلاسيكي ثروة الأمم محاولا اكتشاف سر تتكدس ثروة الرأسماليين ومضاعفتها من جراء عمل طبقة العمال واستغلالها بصورة مركزة لكنه لم يستطع الوصول إلى كنه اللغز أو الكنز الذي يجلب الثروة اكتشاف السر الدفين لم يكتب إلا لألماني كارل ماركس الذي اكتشف نتيجة بحوثه لصرانات طوال قانون فيضل القيمة أو القيمة الزائدة المدر لربح الرأسمالي صاحب المسنع أو المنشأ وتزايد ثروته طبعا بن قوسين الرأسمال المتحرك لم يستطع أحد غير ماركس أن يرى بأن الرأسمالي يسرق في الواقع جهد العامل أو جزءا من قوة عمله نحن الآن في القرن التاسع عشر حيث بدأت تدق باب التاريخ ثورات نوعية وهي الثورات البوليتارية والثورات الاشتراكية ابتداءا من كومونة باريس لدك المنظومة الرأسمالية التي شاخت وصارت عنوانا لليمين والرجعية في الوقت الذي أضحى نضال الطبقة العاملة يعبر عن قلب قوة اليسار والتقدم الآن لندخل موضوعنا المطروح للمساجلة والنقاش يعني هذه ممكن نناقش باختصار نتكلها فيه وهو ظاهرة تراجع وانحصار قوة اليسار في كل مكان تقريبا في العالم تقريبا وتبوء اليمين ساحة الحراك الاجتماعي في أغلب الدول خاصة في الغرب والمنطقة العربية الإسلامية اللي طبعا اليمين الديني هو الساعد هاي بروح موضوع يعني في حاجة إلى نقاش أيضا هنا يجب ملاحظة أن هذه الظاهرة كسمة للعصر جديدة وغير مسبوقة ففي الماضي القريب ابتداء من ثلاثينات القرن الآفل تصدرت ولأول مرة قوة سياسية يمينية متطرفة عرفت في إيطاليا بالحزب الفاشي وفي ألمانيا بالحزب النازي غير أن ذلك الصعود والاستيلاء على السلطة سواء ديمقراطيا أو عنوة من قبل اليمين المذكور توازى بتوازن القوة مع القوة السياسية اليسارية بمعنى أن الظاهرة المستجدة الحالية مفاركة بل ظاهرة غير مسبوقة مقارنة بفترة قبيل الحرب العالمية الثانية أي اتسمت قوة اليسار بقوة جماهرية كبيرة كان من الممكن أن تجابه اليمين الفاشي في حينه لو لم تتشتت قوة اليسار ولم تدقل في خلافات وصراعات حادة مع بعضها مثل ألمانيا وصعود هتلر طبعا تفاصيل تعرفون أن هتلر مفهز بالأغلبية عنوان جانبي تشابه واختلاف تشابه محاولة للبحث عن الأسباب الموضوع الموضوع الذي نحن عرف يعني نعم هناك شيئا من التشابه بين المرحلتين الصالفة والحالية من ناحية أن رأسمالية كمنظومة مستبدة ومستغلة طبعا الداخلية تسلم السلطة طواعية لليمين المتطرف للقيام بمغابرات محسوبة أو غير محسوبة النتائج والويلات بغية القضاء على مكتسبات القوى العاملة وتجديد منظوماتها المهترئة كالثعبان الذي يغير جلده على الدوام بالضبط الرأسمالي المعصر لكن هناك ايضا اختلافا كبيرا بين الفترتين حيث أن الشعار يمينا در الذي نلاحظه في الدول الرأسمالية المتقدمة الغربية الآن ليس بالضرورة انتقال السلطة لليمين الفاشي الواضح بل ليمين محافظ ومتدين أساسا ذو حساسية تجاه النازحين من الإسلاميين والملولين من مناطق عديدة من العالم خاصة المنطقة العربية والشرق أوسطية هذا سياسيا أما على الصعيد الاقتصادي فهذا اليمين الجديد يعادي العولمة المالية الحالية وهو أساسا ضد الاتحاد الأوروبي كما ذلك رفقنا يلتقي في هذا اليمين واليسار في هذا المسعى كل لأسبابه يعني يمين ويسار في أوروبا ضد الاتحاد الأوروبي بتشكيل الحالي بتشكيل الفوق المستبد يعني محاولا استعادة مجمعاتها الصناعية من الدول الصناعية الصاعدة كالصين والهند ودول أخرى هذا على الأقل ما يبدو أنه البرامج الاقتصادي لترامب نعم قد تشكل الحكومات اليمينية المتطرفة لو اتحدت بالغرب خطورة على الوضع العالمي المتدهور والملتبس أصلا غير أن السمة الوضع العالمي الحالي هي السمة تعبر عن مرحلة انتقالية موضوعية صعبة قد تأخذ بعض الوقت حتى يستقر العالم كمنظومة متحدد الأقطاب حينئذ لابد من مختلف الدول الكبرى أن تتفق على الحد الأدنى للمصالح المختلفة لللاعبين الكبار خاصة روسيا والصين يعني مجموعة بريكس وشانجاي ومجموعة التي قد تكون في المستقبل بغية الحفاظ على التوازن الدولي يعني مجبرها القوى المتشكل من منظومة تعدد الأقطاب الحتمية القادمة الأمر الذي يصب لا محالة في مصلح الدول التقوم الأضاف خاصة لما العالم تحول إلى منظومة متعدد الأقطاب يصير توازن دولي وهذا التوازن دولي يكون أكيد لصالح الدول الضعيفة كلمة حول التراجع وانحصار اليسار لا يختلف إثنان أن التراجع بعد بدأ مع تفكك المنظومة الاشتراكية وتداعياتها على الصعيد العالمي الأمر الذي أدى إلى إحباطات مجتمعية وحتى طبقية بمعنى أن هناك تراجعا واضحا في قوة الطبقة العاملة كما وكيفا يبدو فيه أن هناك عملية إعادة توزيع جديد للعمل وتموضعات طبقية جديدة حيث تتشكل قوة برولتارية جديدة في الدول الصعادة مع ظنور للطبقة العاملة في الرأسماليات القديمة في أوروبا والغرب من الطبيعي والحال هذه أن أحزاب الطبقة العاملة الطليعية يعني الأحزاب الاشتراكية والشيوعية والعمالية في تراجع وتهميش ليس فقط بسبب الجانب الاقتصادي بل نتيجة ضياء بوصلة الديالكتيك وتراجع النظرة التحليلية العلمية على الصعيد السياسي حيث أضحت الضبابية سيدة الرؤية والتحليل المؤدية إلى عدم الفهم الصحيح لسمة العصر فمثلا ما زالت غالبية الأحزاب الشيوعية الخارجة من معطف الأممية الثالثة تعتبر أن السمة العصر ما زالت وكما كانت الانتخال من الرأس المالية إلى الاشتراكية يعني النفس الذي كان يؤمنون فيه عندما وجدت السوبية العين يعتقدون العصر هذه السمة ما زال وكأن شيئا لم يحدث وكأن العالم لم يتغير منذ فترة القطبين الجبارين المآلات المستقبلية لا أحد لوحده وبجهده الذاتي يستطيع التنبؤ بما سيكون عليه العالم في العقود العربة أو الخمسة القادمة دعنا نقول سنة الفين وخمسين فالوضع العالمي لم معقد إلى درجة أنه يحتاج إلى نقاشات وبحوث لا تنتهي من قبل أصحاب الشأن المعنيين والمنشدين لعالم أكثر عدلا مقارنة بالعالم المتوحش الحالي أي أن الحاجة تستدعي جهودا جبارة جماعية بغية تقريب وجهات النظر فيما بين القوى الطليعية والتقدمية الأمر الذي يؤدي إلى عمل المشترك بين تلك القوى في سبيل الدرع الحروب والتدخلات والسعادة المبادرة والعافية إن من جهة إعادة القوة والنفوذ السياسيين للقوى الطليعية ذاتها أم من جهة التشكل النوعي الجديد للطبقة العاملة واستفافاتها على صعيد العالم هنا يجب أيضا دراسة المتغيرات التي مست بنية الطبقة العاملة وهي بالطبع في حاجة إلى آليات جديدة للنظالات الطبقية القادمة وأشكال أخرى غير مبتكرة بغية الولوج الجديد للمجتمعات البشرية نحو منظومة ما بعد الأسمالية يعني الاشتراكية شكرا على استماعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر